من القاهرة ينضمن لنا الكاتب والباحث السياسي اليمني عبدالستار الشميري سيد عبدالستار أهلا بك معنا ما هي المكاسب التي يسعى الحوثيون لتحقيقها من وراء هذا التصعيد في البحر الأحمر لا بل وصوله إلى المحيط الهندي بعد التحية لك وللمشاهدين الكرام طبعا أبرز المكاسب أنه يقوم بدوره الوظيفي على أكمل وجه الجماعة الحوثية تيرس تم تدريبها مبكرا منذ ثلاثين عاما تم تجهيزها فكريا عقائديا ثم باستلاح والتدريب والخبرة الإيرانية المتواترة والمتوالية وهو بذلك ينفذ جزء من الاستراتيجية الإيرانية في الإرادة لتغيير هذه المنطقة جيوسياسيا بأن تكون إيران هي الفاعلة الأول والأخير فيها وهي المسيطر عسكريا واقتصاديا فهو يؤدي هذا الدور ويحقق لإيران كل هذه المكاسب مثله مثل المصدات الأخرى لكنه المصد الأكثر قرأة والورقة الأكثر ربحا يبدو هكذا الآن واضحا أنها باتت الورقة الإيرانية أن العوثي باتت الورقة الإيرانية الأقل كلفة والأكثر ربحا والأهم من كل مصداته في لبنان وسوريا والعراق وغيرها طيب التصعيد الحوثي هذا وتواعدهم بتصعيدهم أيضا في المحيط الهندي هل هو بسبب سيد عبدالستار خلل في الضربات الأمريكية على مواقع حوثية أم هو قوى حوثية؟ في الحقيقة هو قوى إيرانية وخلل في المواقع الغربية الأمريكية تحديد البريطانية في تنفيذ استراتيجية مواقعها طبعا لم تعلن حتى الآن من أمريكا أي استراتيجية مواقعها ما أعلن هو استراتيجية حماية للسفن ومحاولة رد بعض الصواريخ أو ضرب منصات إنما لم تحدد استراتيجية لمواقعات الجماعة كجماعة إرهابية وإن كانت صنفت من الدرجة الثانية حتى الآن ما هو موجود هو محاولة احتواء هذه الجماعة تأديبها أحيانا ببعض الصواريخ إرسال بعض الصواريخ إلى منصات استدراك ما يمكن استدراكه من حماية السفن لكن في القانب الآخر هناك نشاط محموم هناك سلاح يدخل تباعا الغواصات أو ما يمكن أن تسميته بغواصات وهي قوارب ذاتية الحركة دخلت في المعترك وهي أدوات وصناعة إيرانية الآن إعلان عن بعض الصواريخ المتقدمة ليس هناك في الحقيقة مواقع حقيقية ولذلك خلالك القو فبيضي وصفري عندما يخل القو لإيران ستعمل ما تشاء وستدفع هذا المصد الحوثي وغيره أيضا لتحقيق أكبر مكاسب في هذه الفترة الحرقة من طريق المنطقة المكاسب ما هي تحديدا؟ ما هي المكاسب السياسية التي يصع عبد الملك الحوثي لتحقيقها ما وراء هذا التواعد والتصعيد الذي ربما ليس بإمكانهم تنفيذ خاصة في المحيط الهندي نعم المكاسب كثيرة إذا نظرنا للأمر من زاويته البعيدة وما الذي يقري في البحر الأحمر في البحر الأحمر لا يقري مع عملية قرصنة وأن الحوثي يرسل طواريخ أو ما يقري في البحر الأحمر هو خطة قديمة جدا تم الإعداد لها منذ سنوات تزيد عن عشر سنوات ربما ثم ابتدأت التنفيذ في 2015 مرخص الخطة هي قدنا الخطة الخمسينية الخمينية أن إيران ينبغي أن تكون في هذه المنطقة عسكريا رغم أن إيران قانونا ليست ضمن النطاق الأمني للبحر الأحمر هي في المنطقة الثانية ضمنطقة الآخر في خليق عمان وهي أرادت وعدت ونشرت هذا الأمر منذ خمس أو سبع سنوات على اعتبار أن هذه المنطقة من يمسك بها يغلق باب المندب يتحكم في هروموز والمندب وتغلق قناة السوية تلقائيا ويستطيع أن يمسك بحوالي أربعين إلى ثلاثين في المئة من ثروات العالم وبذلك يحقق عمقا جيو سياسيا لإيران كحلم لأمبراطورية جامحة تريد أن تحقق هذا المستوى في أكثر من بلد عربي وبلد إسلامي هذه هي الفائدة التي يحققها عبد الملك من ضمن ما يزمى قوة ساعات أو ما يسمى قوة المقاومة وهو يمارس هذا الدور كجز من هذا المحور أو ترس في هذه المكانة العريضة هذا هو الزاوية البعيدة الزاوية القريبة يمكن أنها شعبوية هي تعبوية لصالح غزة لصالح الفلسطينيين هذا الدعاء ليس هو الواقع وليس هناك ارتباط رغم أن تم اقتناس فرصة غزة وتم تبريرها بالقرائم الإسرائيلية لكن ليس هو هذا الهدف القريب هناك خطة استراتيجية كبيرة لهذا الأمر سيد عبدالستار المجتمع الدولي يحث على الحفاظ على المكاسب التي تحققت خلال الفترة الماضية هل يمكن فعلا الحفاظ على هذه المكاسب في ظل هذا التصعيد الحوثي الأخير أم الحوثيون يرهنون على أوراق جديدة للتفاوض بها نعم التصريحات بعض الدبلوماسيين في المجتمع الدولي أو المندوبين هي تصريحات ليس لها منطق حقيقي لم يكن هناك مكاسب في الحقيقة يمكن تفسير أو تبرير أنها كانت موجودة وأنها ذهبت نحن كنا في حالة حرب وعندما جاءت بعض الوعودة من المندوب الأممي أو المندوب الأمريكي كانت عملية استدراك للشرعية وضاق للرضا بهذه الجماعة بأي شكل وتسليمها ليمن أو قزم اليمن في الحقيقة للشعب اليمني للدولة اليمنية لم يكن هناك مكزبا ما حصل بالفعل أن العالم اكتشف مؤخرا بعد ثمان سنوات أو عشر سنوات أنه أمام خطر كبير هذا الخطر ليس محدودا باليمن وبالإقليم وأن هذا الخطر خطر أوسع من جماعة خطر دولة لديها سلاح ولديها مال ولديها هدف والآن هو يواجه هذا الخطر وأي تصريحات من هذا النوع هي ادعاءات لم يكن هناك مكسب حقيقي ولا يمكن أن تستخرج من الحوثي وإيران مكسبا سياسيا أو إنسانيا على الإطلاق كما لا يمكن ذلك من إسرائيل ومن أي دولة نازية أو فاشية أو جماعة إرهابية المكاسب الوحيدة هذه تنقز عسكريا هذه الجماعات عدم التعامل الحاسم معها عسكريا من قبل المجتمع الدولي كجماعة إرهابية مثلها مثل داعش سيلحق الضرر بالمجتمع الدولي شام أبا وسيعود إلى المربع الأول من وضع استراتيجية ناقزة حاسمة تتعامل كما تعاملت مع القاعدة وداعش عندما ظهرت وتم الحسم معها والمناقزة العسكرية وكل غير ذلك هو هرطقة وقعقعة لا طحين لها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر